فعلاً احنا عندنا مشكلة حقيقة في نوعية الأكل، نوعية التغذية حصل فيه مع تغير الحياة، مع الظروف اللي موجود فيها البلد حالياً أو من فترة اللي هي الظروف الاقتصادية اللي بتخلي بلقاننا بيشتغل فترات طويلة فأصبح الوجبات السريعة أصبح الجزء اللي يتجزأ من حياتنا مع اختفاء طعم بقى الخضار والفاكهة والحاجات ديات وشرب الماء بشكل كبير مع اللي احنا قاعدين طول النهار على المكاتب بتاعتنا أو في المواصلات حتى في البيبري بقى عادي منتفرج على التلفزيون ومتحركش بقاش حد بيروح النادي بقاش حد بيتمشن بقاش في الكلام ده كله أصبح عملية الإخراج بقيت فيها مشكلة لدرجة اللي احنا دلوقتي بقى عندنا مشكلة كبيرة جداً مع الأطفال الصغيرين يعني أنا 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 واحد بالناس عندي مشكلة مع ولدين من اللي عندي وعندي مشكلة في نوعية الإخراج عندهم نتيجت واحد عنده السمنة يعني سمنة مفرطة شوية أو واحد ما بيقدرش يأكل بشكل كويس أوي فعايش على حاجات كلها نواشف وحاجات زي كده فبيبقى الإخراج بتاعهم مش كويس فطبعاً ده موجود في الأطفال الصغيرين يعني يعني احنا بنتكلم فيه أجيال لسه صغيرة بنتكلم في أجيال لسه معددش العشر أو الخمساشر سنة فطب أما بعد طب دولات لما هيوصلوا للعشرين والخمسة والعشرين وتلاتين هيعملوا إيه احنا هنا لازم نقف بقى مع نفسنا ونبتد نفقر يعني هو في الفترة اللي فاتت ديها تظهر طبعاً ده كاترت التغذية بشكل كبير جداً ومعهد التغذية الحمد لله مخرج لنا مجموعة رائعة جداً من الأطباء اللي مسؤولين عن التغذية احنا كنا في الأول كنا فاهمين أن التغذية ديها مجرد حاجة زي الدكتور دايت دكتور لي رجيم زي يقدر نخسس الموضوع مش كده يا جماعة دكتور التغذية هو الدكتور الوحيد المسؤول على اللي هو يأكلنا صح لو احنا كنا صح نحن ممكن نتجنب أمراض كدير قوي زي السنة المفرطة ممكن ممكن نتجنب السكر اللي هو يجنب مصنوعة تاني بدري نقدر نتجنب الضغط نقدر نتجنب الإمساك المزمن اللي هو بيأدي دايماً لمشاكل في منطيات الشرخ زي البوسير أو زي الشرخ يعني احنا حالياً لازم نفكر كده مع نفسنا ازاي نقدر نتعامل مع هذه القضية عشان خاطر يعني الجيل اللي هو الصغير اللي حم نتكلم فيه اللي هو أولادنا زي اللي حنقدر نحنقدر نعديهم هذه المرحلة ونقدر نحافظ على صحتهم ونقدر نرجعهم زي ما احنا اتربنا زمان وإحنا صغيريين اللي احنا كان الفاكهة والخضار جزء اللي يتجزأ من وجباتنا الرئيسية في البيت